السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم النشرة الرياضية ونستهلها في أبرز العناوين المنتخب الوطني الأول يخوض ميرانه الأخير اليوم قبل المواجهة المصيرية أمام تركومانستان صراع الصدارة سيكون حاضرا بين العراق وإيران ضمن الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة بكأس أمام آسيا أهلا بكم وإلى التفاصيل يخوض المنتخب الوطني الأول ميرانه الأخير اليوم قبل المواجهة المصيرية أمام تركومانستان في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة حيث سيجري المنتخب تدريبه في استاد محمد بن زايد بلعب المواجهة في الساعة الرابعة والنصف عصرا ويتوقع أن يشارك جميع اللاعبين في الميران الأخير عدم حسن جوهر الذي يواصل برنامجه الإعدادي بعد إصابته في وطر القدم الخلفي أمام أسباكستان ويتوقع أن يشهد الميران شكلا هجوميا في محاولة من المدرب بين فيربيك للبدء بشكل ضاغط على المنتخب التركوماني للفوز بالمواجهة والتأهل إلى دور 16 أسند الاتحاد الأسيوي لكرة القدم دارة مباراة الفرصة الأخيرة لمنتخبنا الوطني أمام التركوماني في الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات بكأس آسا إلى حكم ساحة البحريني نواف شكر الله وسيدير شكر الله ثاني مبارياته في النسقة الحالية للبطولة بعدما أدار مباراة كوريا الجنوبية والفلبين وحسمها الأول بهدف دون رد وتعرض متخبنا الوطني لظلم تحكيمي فاضح خلال مباراته أمام اليابان من الحكم الماليزي محمد أميرول والدعقوب أثرت بشكل مباشر على نتيجة المباراة التي خسرها بهدف للا شيء نجح المنتخب الأسترالي من خطف بطاقة الترشح الثانية من المجموعة الثانية بفوزه على سوريا بثلاثة أهداف لهدفين في حين اكتفى الجارين الأردني والفلسطيني بالتعادل السلبية الذي منح الأردن النقطة السابعة في حين بات طموح فلسطين معلقا بنتائج الآخرين بنقطتين نتابع بطاقات حائرة كانت تحوم حول ملاعب كأس آسيا وبالتحديد في المجموعة الثانية بعد أن طارت الطيور الأردنية بأرزاقها وحسمت بطاقة بعد فوزين متتاليين وبات طموح الثلاثي الآخر في خطف بطاقتين وربما واحدة سوريا التي خيبت الآمال في مواجهتين بالرغم من الأداء البطولي في التصفيات الآسيوية لم تستطع مقاومة طوفان الكنغر الإسترالية الذي تقدم في البداية لكنها عادت مرة أخرى بشعار أكون أو لا أكون وعادت إستراليا للتقدم من جديد بمبدأ أن حامل اللقب لا يمكن أن يودع بهذه الكيفية لكن سوريا عادت وعدلت الكفة لتحافظ على بصيص الأمل حتى النهاية إلا أن هدفا قاتلا لأستراليا قتل حتى بارقة الأمل التي تشبث بها السوريين لتواصل أستراليا الحلم وتمضي بالبطاقة الثانية ويحزم رفقاء عمر السوم الحقائب للعودة إلى الديار ليتأكد حتى الآن رحيل الهند وسوريا وفي الوقت الذي كانت سوريا تواجه مصيرها كان دير بالشام بين الأردن وفلسطين تدور رحاه بين الجارين بين فريق يلعب بأريحية دون ضغوط بعد أن أنهى كل شيء مبكرا وبين آخر لا يريد الرحيل قبل أن يترك بصمة تعادل لن يمنح فلسطين التأهل لكنه سيترك فرصتها معلقة ومربوطة بنتائج الآخرين وهذا ما كان بعد أن استمر صمت الشباك تسعين دقيقة دون أن يتحرك ساكنا الأردن للنقطة السابعة تعتلي القمة وفلسطين بنقطتين لم تتأهل ولم تودع وتترقب خدمة من الآخرين هكذا كان سيناريو المواجهتين وهكذا ودعت سوريا وكذا بقيت حظوظ فلسطين معلقة وهكذا ترافق الأردن مع أستراليا وهكذا ستكون الأحداث فيما تبقى من مواجهات فاصلة في دور حاسم سيحدد ملامح الواصلين والمغادرين عبر اللاعبان محمود المواس وأحمد الصالح عن أسفهما لعدم تأهل المنتخب السوري لدور 16 بعد الخسارة أمام أستراليا بثلاثة أهداف لهدفين شوف الظروف اللي ما رأنا فيها تغيير مدرب وهيك كان في عندنا مشاكل شوي بين تغيير مدرب وهالأسس هاي لكن حاولنا نحافظ على شرفنا والحمد لله قدرنا بهيك مباراة لعبنا بروحة لعبنا بتكتيك معين وتوقع لو لعبانين هيك مع فلسطين والأردن ما منطلع بنتيجة خسارة قدام كل ما علينا قدرنا نسجل لكن تعرضنا للأهداف ما بحمل حدا مسؤولية الأهداف نحن كلنا كلاعبين وكلنا ككادر جهاز فني ولعبين متحمل الخسارة متحمل الأهداف متحمل كل شي صار لكن أي فريق يكون عنده تخبطات سابقة ممكن تطلع بالمباراة الأخيرة يلتقي المنتخب العراقي مساليون بنظره الإيراني وذلك ضمن الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة بكأس أمم آسيا ويسعى كلا المنتخبين للفوز على الآخر للتأهل كأول المجموعة لتجنب ملاقات منتخب كبير في الدور المقبل يسعى منتخب إيران والعراق إلى إنهاء منافسات المجموعة الرابعة في الصدارة عندما يتواجهان اليوم ضمن الجولة الثالثة والأخيرة بعدما سبق لهما حسم التأهل إلى دور الستة عشر في مباراة يطبعها الثأر وعوامل التاريخ والجغرافيا فعلى استاد آل مكتوم في دبي يعي مدرب إيران البرتغالي كارلوس كيروش ومدرب العراق السلوفيني أن المركز الأول قد يسحل المهمة في دور الستة عشر إلا أن اللقاء لن يقتصر على تحديد بطل المجموعة بل ستحمل طابعا ثأريا بالنسبة إلى إيران التي أقصاها العراق بركادات الترجيح من ربع نهاء نسخة الفين وخمسة عشر وتألق في صفوف إيران ساردار أزمون مهاجم روبين كازان الروسي صاحب ثلاثة أهداف النسخة الراهنة ومهدي طارمي لاعب الغرافة القطري في المقابل يغلب عنصر الشباب على منتخب العراق وتألق بصورة لافتة جدا مهند علي كاظم صاحب هدفين في الفين وتسعة عشر إضافة إلى الحارس جلال حسن وعلي عدنان وما يضاعف من أهمية المباراة الحضور الجماهري الكبير فمن المتوقع أن تكون مدرجات أستاذ آل مكتوم كاملة العدد فهل سينجح منتخب تيم ميلي من المحافظة على صادارته للمجموعات أم ستكون لأسود الرافدين كلمة لنراقب ونترقب وننتظر تحدث مدرب المنتخب العراقي كتانيتش والمنتخب الإيراني كيروش عن تطلعاتهم للمواجهة التي ستجمعهما مساء اليوم على صدارة المجموعة الرابعة بكأس أمم آسيا توليت تدريب هذا المنتخب قبل أربعة أشهر ولا أدري كم قضى كارلس كيروش مدرب إيران مع منتخبه ربما ثمان سنوات أو سبعة يعني هذا أنه يعرف قدرات اللاعب على أفضل وجه ربما يتمتع المنتخب الإيراني بلهاقة بدنية أكبر وهو على استعداد كبير من الناحية البدنية وربما يكون أسرع لكن لدينا أيضا لعبين يتميزون بسرعتهم ربما يكون هذا الاختلاف الوحيد بيننا لكننا سنرى ما يحدث نحن ندخل المباراة بفكرة واحدة فقط هو أن نلعب مباراة جيدة أن نلعب بشكل أفضل أن نقدم كرة قدم جيدة وأن نكون أكثر استعداد للمباريات التالية فرصة الفاوز هي 50% للكل الفائز يخرج بكل شيء ولا شيء لمن يخسر وضمن المجموعة ذاتها يلتقي المنتخب اليمني في لقاء الفرصة الأخيرة أمام فيتنام في ختام منافسات الجولة الأخيرة ويسعى المنتخبان إلى الفوز وانتزاع نقاط الثلاث ومن ثم انتظار ما ستأول إليه نتائج المجموعات الأخرى آملا في حصد إحدى البطاقات الأربع المعاهلة من بوابة المركز الثالث ولم يقدم المنتخبان ما يشفع لهما بالتأهل وإن كانت فيتنام صمدت أمام العراق حتى دقيقة الأخيرة قبل أن تخسر المواجهة فيما تلقت شباك المنتخب اليمني ثمانية أهداف كاملة دون أن تتمكن من إحراز أي هدف يلعب منتخباء الصين وكوريا الجنوبية قمة تقليدية لحسم صدارة المجموعة الثالثة وذلك بعدما ضمن المنتخبان تأهلهما إلى دور 16 وفي المجموعة ذاتها يبحث منتخباء الفلبين وكرغستان عن مشاركاتهم الأولى بالبطولة عن فوز تاريخي سيضمن لأحدهم المركز الثالث الذي قد يواهله للصعود إلى الدور المقبل نتابع ستكشف المواجهة المنتظرة بين منتخبي الصين وكوريا الجنوبية الوجه الحقيقي للمنتخبات التي ضمنت الصعود لدور 16 في بطولة كأس آسيا بعد أن تغلب المنتخبان على كل من قرغستان والفلبين وعلى عكس التوقعات والتكهنات التي سبقت المنتخب الكوري إلى البطولة بصفته الفائزة باللقب مرتين سابقتين وأحد القوى الكروية الكبرى في القارة الصفراء عانى النمير الكوري الأمرين لتحقيق الفوز على منتخبي قرغستان والفلبين فيما لم يكن الحال بهذا الشكل بالنسبة للمنتخب الصيني الذي حقق الفوز بصعوبة على قرغستان ولكنه سحق نظيره الفلبيني بثلاثية نظيفة ليتفوق بفارق الأهداف على نظيره الكوري ويتصدر المنتخب الصيني المجموعة برصيد ست نقاط وبفارق الأهداف فقط أمام نظيره الكوري الذي أصبح بحاجة للفوز إذا أرر انتزاع صدارة المجموعة وضمان مواجهة أكثر سهولة في الدور الثاني للبطولة وفي المقابل سيكون التنين الصيني بحاجة إلى نقطة التعادل فقط من أجل البقاء في صدارة المجموعة ويضاعف من طموح المنتخب الصيني في مباراة اليوم رغبته في الثأر حيث التقى الفريقان ثلاث مرات سابقة في بطولة كأس آسيا وحقق المنتخب الكوري الفوز في مبارتين وتعادل الفريقان في مباراة واحدة وفي المباراة الثانية بالمجموعة يتطلع منتخباء الفلبين وقرغستان إلى أستال الستار على مشاركاتهما بأفضل شكل ممكن حيث يشاركان في البطولة القارية للمرة الأولى ويطمح كل من الفريقين أيضا إلى تحقيق الفوز أملا في الحصول على فرصة للمنافسة على إحدى بطاقات التأهل للدور الثاني عبر بوابة المركز الثالث في المجموعة شارك ياسر الشهراني الظهير الأيسر للمنتخب السعودي في التدريبات الجماعية لفريقه وذلك بعدما غاب عنها خلال الأيام الماضية للإصابة اللاعب كان قد أصيب خلال المواجهة الأولى أمام كوريا الشمالية ولم يستطع استكمال الثمان دقائق الأخيرة من زمن اللقاء حيث عانى الشهراني من التواء في مفصل الكاحل خلال الأيام الماضية قبل أن يعود بالأمس للتدريبات الجماعية لتتأكد جهزيته للمواجهة المقبلة أمام المنتخب القطري تمكن عامر شفيع حارس مرمى منتخب الأردن من مواصلة التألق والحفاظ على نظافة شباكه مع النشامة وذلك خلال الدور الأول لأمم آسيا وأنهى المنتخب الأردنية الدور الأول دون اهتزاز شباكه في أي مباراة ففاز على سوريا بثنائية وعلى أستراليا بهدف نظيف قبل أن يتعادل سلبيا أمام فلسطين عامر شفيع تمكن من تكرار هذا الإنجاز قبل 15 عاما وذلك بمنافسات أمم آسيا 2004 بحفاظه على نظافة شباكه في المباريات الثلاث للدور الأول وذلك أمام كوريا الجنوبية والكويت والإمارات وأعاد السيناريو مجددا في النسخة الحالية قبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء في النشرة من أنباء المنتخب الوطني الأول يخوض ميرانه الأخير اليوم قبل المواجهة المصيرية أمام تركومانستان صراع الصدارة سيكون حاضرا بين العراق وإيران وذلك ضمن الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة بكأس أمام آسيا وصلنا بكم إلى الختام شكرا على طيبي وكرم المتابعة إلى اللقاء